ثلاث أسباب ستجعلك تحول من ويندوز 10 إلى ويندوز 10 سبب الأول زيادة عدد الفريمات باللعب خاصة بكروتي ومعالجات AMD طبعا سويت مقارنة بلعبة God of War Ragnarok بين ويندوز 10 و ويندوز 10 بس قبل هذه المقارنة سأعلمكم الطريقة الصحيحة بنهاية الفيديو شون تحمل ويندوز 10 نسخة 24H2 اللي بيكل هاي المميزة طبعا بالبداية صدمتاني من كمية الفريمات السموثنس الامبوت لاغ أنا طبعا من أكثر الناس اللي يكره ويندوز 11 أول ما نزل لأن صراحة جلت بكراي شارت وحتى ملفاتي راحت من وراه فحلفت ما نزل هذا الويندوز أبد ضليت على ويندوز 10 لحد ما قبل أسبوع تقريبا نزلت هاي النسخة اللي هي أحدث نسخة نزلت هي قبل أسبوع تقريبا نسخة 24H2 فحولت عليها صراحة وكانت طبعا تواجهني مشاكل هواي يعني أنا استعمل AMD CRUTA يعني 1800 ومعالج رايزن 5700 X3D فالمشكلة تشانو الشيني اللي هي الامبوت لاغ يعني أنا ألعب على تقريبا 165 فريم شاشة 165 هرتز وطبعا ما تجين هي تجيي للفريمات تجي 165 بس مو فريمات صحيحة يعني يعني ما تحس انها 165 تحسها تقريبا 90 80 فهي المشكلة يعني هي من بينة بالشاشة يعني فان خلل عبالي النور خلل بالشاشة فطلع الخلل آخر شي بإصدار الويندوز فذائدته يعني معالجاتكم AMD أو كروت شاشماتكم AMD ومتأكد همات المشكلة هاي بانتل فحولي على الويندوز داعش حتى خاصة يعني بالألعاب الحديثة متأكد أن همات بالألعاب القديمة رح تنحل هاي المشكلة المشكلة الامبتلاق والسوترينج والتلعثم يعني بالفريم نفسه وهسا رح علمكم طريقة صحيحة لتحميل ويندوز داعش نسخة الـ 24H2 بس قبلها حطوا لايك واشتراك القناتي حتى يوصل الفيديو الأكثر عادة من الناس تكتب بكل بساطة ويندوز داعش 24H2 بالـ download تجي على الموقع الرسمي مع شركة مايكروسوفت أول واحدة على ويندوز داعش تروح installation assistance وطبعا الخيارات الباقية مع الامج مع الفلاش يعني إذا تحتاجه بالفلاش مباشرة حمله وحمل الرفيوز ونزله بالفلاش إذا ما عندك أصلا ويندوز تجي على الأول واحدة تدوز download طبعا يطلبنا عندك check ما البيسي اللي هو يعني فشي طبيعي حملة عم راح يتحمل وقل لها check طبعا محطر اللي رامة ثمانية اللي حاسبته يعني يعني مو high end راح يقبل عادي قل لها accept install راح يحمل ورح يقول لك يعني الحاسبة ما تكره يقدر تقدر من خلالها تنزل ويندوز داعش تقدر تفتحها وما تفتحها عادي طبعا طلع لكم انه هاي الحاسبة نفس المواصفات ذكرتها لكم انه كلها يعني متماشية بعدها قل لها accept and install راح تطع لك هاي الواجهة ملاحظة مهمة كلش يعني راح يبدي تحميل ويندوز داعش هذا التحميل حتى الويندوز يعني سانة منصب تقريبا ويندوز داعش نسخة لثلاثة وعشرين هاي النسخة همات تعبوانة افضل النسخة اللي هي 24 اشتو باي طلع لك هاي الكاليشي المدرشينية قل لها accept and install وانتظر يعني دربوها لك تغلق عوفوا حتى يعتمد طبعا اعتماد رئيسي على انترنت لان هاي بيها تحميل فايلات الحاسبة راح ترأسي تكثر من مرة فاعوفوا لا تلعب بها روح يعني روح وكل روح شوف لك شغلة اما بالطريقة الويندوز عشرة فتروح على الويندوز update عن security ومن خلاله يعني تسوي update للحاسبة راح يطلع لك هم نفس الشروط يقول لك check health وهمات راح ينزل لك ويندوز داعش هاي طبعا طريقة الويندوز عشرة وتقدر يعني هما تجرب يعني بعد ما حملت ويندوز عشرة تروح على الطريقة الاولى اذا حمل لغير اصدار تحمل نسخة الـ 24H2 طبعا الاسباب الاخرى ليه الاسباب الثانية هتتحول على الويندوز داعش استعمال الرام للحاسب يعني قبل مثل ما تعرفون اول ما نزل الويندوز داعش كان استعمال 4 مدر خمسة للويندوز وهذا طبعا طبعا كان فشي كله تشبير هسه طبعا استعمال 2.9 طبعا انا شغل برنامج ادوبي فما اقدر اطفيه بس هو 2.9 نفس الويندوز عشرة فهذا شي يعني كله زيان بالاضافة انه الاسباب الاخرى السبب الثالث اللي هو الشركة راح تتوقف الدعم على الويندوز عشرة في 2025 يعني العاب الحديثة مراكيد ما راح تنزل على الويندوز عشرة هو بقالة يعني شهر يلغون الدعم عنه توصل إلى 2025 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته